نائب رئيس الوزراء الروسي يتوقع أن يزيد الطلب على النفط بين 5 إلى 6 مليون برميل في 2021 وستي سي تخطط لاستثمار 500 مليون دولار بالخدمات السحابية مع شركاء عالميين أهلا وسهلا بكم إلى نفض السوق من العربية أنا لار حبيب نبدأ من قطاع الطاقة حيث أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك أن الطلب العالمي على النفط ما زال أقل ب 6 أو 7 مليون برميل عن مستوى ما قبل الأزمة ذكر نوفاك أن روسيا تستهدف زيادة إنتاج النفط مع تعافي السوق العالمية وتوقع نوفاك أن يزيد الطلب على النفط ما بين 5 إلى 6 مليون برميل العام المقبل مؤكدا أن اتفاق أوبيك بلاس قد يتغير إذا تعافت سوق النفط بأسرع من المتوقع وأسعار النفط مشاهدين في جلسة اليوم على ارتفاع 18% من المكاسب لبرنت أكيد الارتفاعات مربوطة بشكل مباشر بإقرار حزمة التحفيز في الولايات المتحدة حزمة التحفيز إضافية وهذا يعود جزئيا عن التراجعات التي كانت تسجل بسبب الإغلاقات الإضافية التي نراها من الدول تخوفا من سلاسل جديدة لفيروس كورونا في أخبار الشركات السعودية كشفت STC أنها ستستثمر 500 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في الخدمات السحابية وذكرت الشركة أنها ستنفذ خطتها بالتعاون مع كل من صندوق EWTP Arabia Capital وشركة Alibaba Cloud وهي الذراع الخاص بالذكاء الاصطناعي والتقنية الرقمية لعمالقة التجارة الإلكترونية Alibaba ومن المتوقع أن تفتتح Alibaba Cloud مركزها في العاصمة السعودية الرياض لتقديم خدمات أفضل للسوقين المحلي والإقليمي حيث سيكون مركزا للتدريب والإدارة سهم STC مرتفع بجلسة اليوم 18% من المكاسب نرق نظرة مشاهدين على تدولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس راجعت السيولة إلى مدونة 9 مليار ريال كان السوق ضعيفة اليوم الصورة أفضل ارتفاعات بـ 0.2% بدعم من قطاع المواد الأساسية تقى بدوره يسجل بعض التراجع خلال جلسة اليوم نرق نظرة على القطاعات الأخرى في السوق القطاع المصرفي عندنا آخر الأرقام من سامة نفصلها بعد قليل حول أداء القطاع المصرفي وبياناته لشهر نوفمبر قطاع المصرفي يضيف 0.1% اتصالات نصف نقطة مئوية ودعم من STC نظرة على أسهم أرامكو تسجل بعض التراجع خلال جلسة اليوم رغم ارتفاعات أسعار النفط سابق مرتفعة المتقدمة بدورها تسجل بعض التراجع بـ 0.1% أخبار سمعناها عن المتقدمة أن شركة تابعة توقع على اتفاقية طويلة الأمد لتسويق منتجات البوليبروبيلين وذلك سوف يتم عبر تأسيس جوينت فانتشور بين الشركة التابعة للمتقدمة وشركة اسكي جاز الأثار من المفترض أن تبدأ مع بداية تشغيل هذه الشركة الجديدة وتنتهي حتى العام 2028 أسهم البنوك نظرة عليها على ارتفاع راشحي بنك الرياض وأسهم قطاع الاتصالات تحدثنا عن مكاسب STC ماذا عن أسهم الأخرى ضمن هذا القطاع موبايلي وزين إذن في جلسة اليوم ها هي عندنا موبايلي على تراجع بـ 0.2% هذا فيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية ماذا عن بقية الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم الصورة إيجابية بشكل عام معدى مؤشر أبو ضبي تراجع بـ 13% ولكن الكويت فيها ارتفاع الكويت الأول 13% من المكاسب ومشاهدين للمزيد ينضم إلينا مباشرة من كاليفورنيا عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد أهلا وسهلا بك إن شاء الله تكون مبسوط بكاليفورنيا ومعا من تاخد لك من إجازتك عيد عيد دعنا نتحدث عن أمر مهم هو أمر سمعناه أن حصول بورصة الكويت على موافقات هيئة سوق المال لإجراء تعديلات للشركات الممكن أن تدخل على مؤشر الكويت الأول بالتالي المعايير تخفف لدخول شركات إضافية مد إلى سوف تدخل على هذا المؤشر ما أبرز التعديلات دعنا نتحدث نتوقف عندها بداية ونفسرها وثانيا برأيك ما أهمية هذه الخطوة وهل فعلا سوف تنجح بجذب المستثمر الأجنبي بشكل إضافي إلى السوق الكويتية نعم هناك تعديلين أهم شيء التعديل الأول قبل كان عشان تكون بالسوق الأول لازم تكون القيمة السوقية ومعات الشركة تقريبا من 190 إلى 180 مليون دينار فهذا خفضوه من 180 إلى 190 خفضوه إلى تقريبا 80 مليون دينار كويتي فهذا أهم تعديل تعديل الأول التعديل الثاني القيمة الأسمية بكل الأسهم الكويتية هو 100 فلس لما يصدر الشركة لازم 100 فلس بعض المرات تحرك السوق ممكن ينزل السهم تحت الغيمة الأسمية يعني يصير على 50 فلس مثلا قبل في شرب أنه ما يصير هذا يعني ما يصير تنزل تحت 100 فلس هذا ألغو لأنه ممكن ينزل يصعد مرة ثانية بعكسة من ينزل ممكن تكون فلسة حق المستثم الأجنبي فهذو التعديل الأساسيين يعطي مجال حق الشركات أكبر ومرونة أكبر للشركات المدرجة أهميته أنه حاليا بس 20 شركة قاية تحصى على رؤوسة الموالة أجنبية الثابتة اللي تساعد في استرارة السوق المستثم الأجنبي يمكن يبني يعني اختيار أكبر قطاعات أكبر ممكن فيه قطاعات ثانية مموجودة حاليا بيزيد يعني يصير أعمق السوق فهني قررت البورصة أنه تفتح المجال أو يعني تقدم التوصيح حق هذه السوق المال أنه بيزيد عدد الشركات اللي تستوى فيه من الطلبات السيولة وهم شيء من الطلبات السيولة هو حتى أن الشركة خنقول يعني ناس مالة كبيرة بس إذا ما فيها سيولة ما في تداول يومي عليها ما راح ديش السوق لأول فهذا راح يزيد اختيار في المستثم الأجنبي راح يزيد خلنا نقول يعني لجوء الشركات هذه إلى السوق وراح يساعد في استغراج السوق المحلي في أسماء مرشحة برأيك سوف تدخل على هذا المؤشر لأنه الأسماء النهائية سوف نسمعها بعد أسابيع نعم فعلا يعني أتخذ يوم عشرة واحد بتلي البورصة راح تقول شن الأسماء مرشحة الشركة غير تبدأ شواء لا الأسماء اللي شفناها الآن في جليل الغبس تذكره أسمين هو شركة ألافكو والبنك الأهل المتحد هذه الأسماء اللي حاليا الليست أطول من شديد يعني يمكن فيه يمكن ما يقل عن ثلاثين شركة يمكن أربعين بعد فكل فترة راح البورصة تقول يلا هذه الأسامي الشركات المؤهلة تتغدم الشركات ودش عيد دعنا نتوقف عند أداء السوق لهذا العام السوق الكويتية كان أداء سيء لهذا العام ما شفنا ريكوفري مثل ما شفناه ببعض الأسواق الأخرى مثل أبوظبي والسعودية وبالتالي ما زالت متراجعة مؤشر الكويت الأول ب13% منذ مطلع العام في بعض الاستثناءات من ضمن الجرين كان فيها ارتفاعات هيومن سوفت مكاسب قوية جدا ميزان أيضا شركات دابل ديجيت عملت ارتفاعات منذ مطلع العام ولكن معظم الأسهم كانت خاسرة هل أو برأيك كيف سوف يكون السيناريو في العام 2021 هل هذه الشركات التي لم تتعافي هي التي سوف تقود السوق في العام المقبل نعم هو سؤال مركب فيه أكثر من فكرة فالأساس انخفاض البلوصة الكويتية هو السبب الأساسي هو كورونا وأسعال نفط يعني شرطين مع بعض مثلا مباني عندنا أبي نيوز عانت بالخفاض الأرباح البنوك بشكل عام بدأت تبين عندها مشاكل نجي للسنة الغادمة إن شاء الله السنة الغادمة نتوقع كل الأثار اللي شفناها بالماضي راح تتعدى راح يأخذ مخصصات البنوك راح يشدون حينهم الجليد راح تبتيت تتعدى للموق فأناعتقد نعم أي انخفاض راح يتعدى مثل باقي أسواق العالم اللي حنا كنا نتمنى أنه فيه ارتداد أكبر من السوق الكويتي لكن ما شفنا الحيوية موجودة فيه شك في قدرة الحكومة على استمرار المشاريع الكبيرة فبالتالي سيأثر على البنوك بالمستقبل فكذا مؤشر عندنا إن شاء الله نتمنى الأفضل كذا يعتمر على الحكومة الحكومة هي محرك كبير بالاقتصاد الكويتي فيبين بعدين أثر على البنوك وترتفع فهذا اللي يتضل للعام الغادم إن شاء الله شكرا لك عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات أظهرت بيانات البنك المركز السعودي لشهر نوفمبر ارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص لدى المصارف التجارية بواحد في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر إلى تريليون وسبعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال أما مقارنة مع نوفمبر من العام الماضي فتكون قد نمت بخمسة عشر في المئة وبلغت ودائع البنك المركزي السعودي لدى المصارف في الخارج 338 مليار ريال مرتفعة بتسعة في المئة مقارنة مع أكتوبر ومتراجعة بتسعة عشر في المئة مقارنة مع نوفمبر 2019 وفيما يتعلق بقيمة التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد من المصارف فقد نمى بستة وعشرين في المئة على أساس شهري وبنسبة تسعة وسبعين في المئة بنهاية نوفمبر على أساس سنوي إلى خمسة عشر مليار ريال فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق وفيه إغلاقات قياسية للمؤشرات الأمريكية بدعم من حزم التحفيز أهلاً وسهلاً بكم من جديد قامت وزارة المالية المصرية بشراء حصة شركة نيوتريين الكندية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة من أجل تسوية نزاع تحكيم دولي بينهما وفي هذا الإطار اتفقت وزارة المالية مع نيوتريين على نقل ملكية كامل أسهمها مقابل سعر تفاوضي تم الاتفاق عليه بينهما وبلغت قيمة صفقة الشراء ثلاثة مليارات جنيه مقابل ستة وعشرين في المائة من إجمال أسهم الشركة ونفذت العملية شركة بيلتون لتداول الأوراق المالية حيث تم تحديد متوسط سعر السهم في الصفقة بحوالي تسعة واربعين جنيه للسهم الواحد في لقاء يوم أمس حول التوقعات بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وفرص الاستثمار في العام الفين وواحد وعشرين تحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وهو رئيس شركة أوراسكو من الاستثمار عن قطاعات الاستثمارية التي تشكل فرصا في السوق المصري في العام المقبل أنا شايف هنا في مصر بالنسبة لنا الريلي ستيتش ماشي كويس جدا أننا عندنا المزال الطلب أكتر من العرض المسكرة التي تقبلها دلوقتي أن طبعا الأسعار والتضخم وزيادة أسعار مواد البناء ما أثارها على الأسعار البيع نفسها فالقررة الشرائية عندما أثارها جدا بتنزل لكن المعدلات ماشي عالية جدا سنة دي كانت سنة كويسة بالنسبة لنا الفرص أيضا في المجال الترفيه لأن الناس هتطلع من الأزمة دي خلاص هتشتاء أنها تروح مطاعم وتخرج وتسهر تاني وتسافر وتروح الفنادق والوطاق فطبعا الفرص دي مازالت كويسة خاصة من أخطاع الطيران والفنادق وكترة اللي ما زالوا بيعاني وأسعارهم متدنية فبرض دي فرص اللي هي لنهار دي ينزل إلى فرص كثيرة جدا يعني كثير نشعلها خرود مزارت كفان موسيقى وحول الأسواق العالمية وتحديدا ملف البريكز توقع رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار أن تخسر بريطانيا والاتحاد الأوروبي معا بعد الانفصال مشيرا إلى أن التدعيات الاقتصادية لم تكن محسوبة عند إتمام التصويت على الخروج من الاتحاد الاثنين خسرانين الاثنين خسرانين أنا رأي أنه كان قرار تم التصويت عليه دون إضاحة هم تبصوته على إيه يعني اتعامل له نوع من البوفيليزم أو الناشناليزم ما تعملش دراسة لأثاره الاقتصادية على الإطلاق اتعرض على الناس والناخبين أنه ميصوتوا عليه بدون إضاحة ما هو بالزبط البريكز ده وتابعته من ناحية الانتقال البضائع من ناحية الجمارك من ناحية التأشيرات السياحية من ناحية فرص العمل الصيد كل المساعد دي ما تزمش التداول عليها إلا بعد ما الناس اخترعت والاختراع كان اختراع يعني أصبر الاختراع الغدي لأنه من 51 لتسعة أربعين يعني مش حاسم يعني فتوقعاتي أنه هما لسه ما شفوش المشاكل اللي تحصل في التجارة حتى الاتفاق المضوضة هيجي العبرة بالطبيق انت شوفتي حتى في الأيام الأخيرة عشر تلاف عربية ناقل وقفة عند الحدود صحيح وشوفنا الفيديوهات كمان أيوة فقدير إس جونت بيه ماسي يعني إس جونت بيه بري ماسي يعني هو قرار غير صعب يعني في العاصل اللي احنا فيه ده الناس بتفكر بمنطلق ناشوناليستك يعني ومشيجب نتيجة اختصادية كويسة بدوره إذن رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قائلا إنها بداية جديدة للعلاقات مع الاتحاد أضافت جونسون أن المملكة المتحدة تتطلع إلى التصديق الرسمي على الاتفاقية والعمل مع الاتحاد للتصدي لتغيير المناح وغيرها من الأولويات المشتركة نلق نظرة المشاهدين على الباوند الباوند كان يسجل الارتفاعات في الآونة الأخيرة بعد توقيع على هذه الاتفاقية ليس بعيد عن أعلى مستويات سجلت منذ أكتوبر من العام 2018 أو مايو من العام 2018 كان وصل هذا الشهر إلى مستويات الواحد فاصل ستة وثلاثين خمسة وعشرين كانت هذه أعلى مستويات منذ مايو 2018 نحن نقريبين عندها دولار إندك تقف عندها أدنى مستوياته في عامين ونصف تقريبا إقرار خطة تحفيز إضافية هذا أمر سلبي للدولار في أوروبا مهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الطريق يوم أمس للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يتم بمجبه فتح الأسواق الصينية للمستثمرين الأوروبيين وتعتبر الخطوة تمهيدا للمباحثات بين أوروبا والصين والتي بدأت في عام 2013 بهدف حماية الاستثمارات الأوروبية في الصين واستثمارات العملاق الأسيوي في الاتحاد الأوروبي وفي حال موافقة الصين على الاتفاق فإن أعلانا رسميا من بروكسل وبكين قد يصدر نهاية الأسبوع الحالي إلى الأسواق الأمريكية التي أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم أمس عند منثويات قياسية بعد توقيع رئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مشروع قانون طال انتظاره لمساعدات بقيمة تريليونين ومئتين مليار دولار وحققت كل من مؤشرات داوت جونز والأسام بي ونازك ارتفاعات لمست الواحد في المئة بعد تفاؤل المستثمرين بتعافي أكبر اقتصاد تعافي أكبر للاقتصاد الأمريكي ودعمت السياسات التحفيزية لمواجهة أثار جائحة كورونا والبدء في توزيع اللقاحات دعمت المكاسب السنوية للمؤشرات الأمريكية خاصة الأسام بي فايف هندرد بارتفاع لمس الخمسة عشر في المئة خلال العام الحالي كما ارتفعت العقود الأجلة للأسواق الأمريكية بعد أن دعم مجلس النواب اقتراح الرئيس الأمريكي بزيادة دفعات الدعم المباشرة للأسر الأمريكية من 600 دولار إلى 2000 دولار أكيد خطة التحفيز الجديدة هي قيمتها 900 مليار دولار والنسبة أو الرقم المتبقي اللي تحدثنا عنه هو إقرار التمويل للمؤسسات الحكومية وبالتالي هذا يرفع ما تم توقيع عليه إلى 222 مليار دولار مؤشرات الأمريكية الأسن بي مستويات قياسية 19% من المكاسب ارتفاعات جماعية إذن يوم أمس اليوم في آسيا نورق نظرة على الأسواق مؤشر نيكي يسجل على مستوياته في 30 عام والتوبيكس ارتفاعات قوية 1.7% من المكاسب الكوسبي هانك سينك على ارتفاع كما تلاحظون فقد تراجع في البورصة الصينية ونلقي نظرة على سهم أليبابا المرتد في جلسة اليوم بعد ضغط قوي على السهم إثر أخبار بأن السلطات الصينية تحقق بممارسات احتكارية لأليبابا في جملة من الإجراءات التديقية اللي عمتخذ السلطات الصينية ضد الشركة أخرها كان توقيف IPO أنت جروب وهي شركة تابعة لأليبابا ترجمة نانسي قنقر في أسهم قطع تكنولوجيا أيضا ارتفع سهم أبل بثلاثة في المائة يوم أمس في وول ستريت ليغلق عند أعلى مستوياته على الإطلاق يأتي ذلك بعد مضي الشركة قدما في تطوير سيارات ذاتية القيادة وسعيها لبدء إنتاج سيارات تضم تكنولوجيا فائقة التطور في البطاريات عام 2024 يشار إلى أن سهم أبل تصدر ارتفاعات أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة خلال العام الحالي بعد أن سجل مكاسب بـ 85% نظر على سهم أبل إذن 3.6% من الارتفاع في جلسة يوم أمس و86% مكاسب منذ مطلع العام في سوق التروحات الأولية في الولايات المتحدة قدمت شركة كوالتريكس انترناشنال طلبا لطرح العام الأولي ومن المتوقع أن يكون الاكتتاب الأول في السوق الأمريكية في عام 2021 وذكرت الشركة المتخصصة في برامج استقصاء أراء العملاء أنها تنوي بيع أسهمها بسعر يتراوح ما بين 20 و24 دولار للسهم ما يعني تقييم الشركة بأكثر من 14 مليار دولار يأتي ذلك بعد عامين على استحواذ عملاق تصنيع البرامج الألمانية ساب عليها بقيمة وصلت إلى 8 مليارات دولار وهذه نهاية إذن نبض السوق دائما للمزيد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر العربية underscore bn وأيضا زوروا موقعنا على الإنترنت أعود معكم في الأسواق العربية بعد ساعة ونصف إلى اللقاء تابعونا اشتركوا في القناة